أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وصحة وعافية وراحة بال حلقة جديدة من برنامج أفكار انتقاطعة راح نحكي فيها اليوم عن الوباء المنسي طبعا خلال الأشهر القليلة الماضية ومع تصاعد جائحة الكورونا كثير كان فيه عندنا معلومات توفرت لنا عن تاريخ الأوبئة أنواعها والآيدز الأنفلونزا الإسبانية الطاعون أنفلونزا الطيور جنون البقر الإيبولا وأخيرا الضيف الثقيل ظل كوفيد-19 بس فيه وباء حصد أرواح مليون شخص ما كثير تم تسليط الضوء عليه أو أنه نحكى فيه بالإعلام ما نعرف إيش نحاول نحن نحكي عنه لأنه بالأيام الأخيرة لأسباب أخرى تم تسليط الضوء عليه بأمريكا هذا الوباء اسمه أنفلونزا هونغ كونغ أو الإسم العلمي إيش تري إن تو هذا الوباء انتشر بين عامين عامية 1968 و 1969 أدى لوفاة ما يقارب المليون شخص 15% من سكان هونغ كونغ حوالي 500 ألف شخص انصابوا فيه حوالي 33 800 شخص بالولايات المتحدة الأمريكية توفى فيه أول حالة إصابة بالعدوى كانت 13 تموز 1968 في ضاحية من ضواحي هونغ كونغ نهاية شهر تموز من نفس العام انتشر الفيروس انتقل لبيتنام و سنغافورا بعد شهرين في أيلول كان هناك إصابات في الفيربين في الهند شمال أستراليا و في أوروبا في نفس العام ظهرت إصابات بالعدوى في كاليفورنيا ضمن الجنود العائدين من الحرب الفيرتنامية و وصلت العدوى بعدين في عام 1969 بالعام التالي لليابان و لأفريقيا و لأمريكا الجنودية طبعا من أعراضه قشعريرة حمة شديدة آلام العضلات مشاكل بالتنفس تستمر من أربع لست أسابيع وكان أعلى نسبة وفيات تسجلت بأمفلوانزا الهونغ كونغ هي بين الأطفال و كبار السن والأعراض مرات من أربع لخمس أيام مرات لأسبوعين يعني ما كان في استقرار خلال هاي الفترة تقول المعلومات التاريخية أنه ببرلين من كتر ما كان في عدد كبير من الوفيات فالجسس تم تخزينها بأنفاق المترو بألمانيا الغربية كان على جامعي القمامة أنه يدفنوا الموتة لأنه ما بقى متعهدي يدفن الموتة ما بقى يكفوه بالمجموع ستين ألف من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توفوا بسبب عدد كبير من كونغ بعض مناطق فرنسا كان نص القوى العاملة طريحة الفراش الصناعات أيضا طرابة كثير الناس تتغيب على العمل الخدمات البريد القطارات ببريطانيا توقفت هذا هو أمفلونزا هونكوم بأمريكا الآن رجع الحديث عن أمفلونزا هونكوم ليش مع الحجر والإغلاق بأمريكا وانفجار حركة المرور والعجقة اللي صايرة بالإنترنت الأمريكيين اللي يرفضوا سياسة الإغلاق بلشوا يبحثوا عن الذكريات فتذكروا أنه أنفلونزا هونكوم بنفس عام 1968 و 1969 أياما صار مهرجان موسيقي اسمه مهرجان وودستوك للموسيقى وقيم بكاليفورنيا هذا المهرجان حضروه عشرات الآلاف فصارت استغلوا هاي المعلومة وفيه هاي الصور بالوسائل التواصل الاجتماعي اللي يضغطوا على الحكومة الأمريكية أنه بإمكانك تفتحي الاقتصاد وتلغي سياسة الإغلاق هاي فيه عندنا مهرجان موسيقي ضم العشرات الآلاف أثناء الفلونزا هونكوم في أمريكا طبعا هذا البوست إقبال كبير مشاركات كبيرة وصار يتكرر أكتر من مرة لكن هذا البوست ما كان يحمل كل الحقيقة نجي نقول شلون بدأ هذا البوست البوست هذا بدايته كانت مقال نشره المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية هو معهد محافظة بأمريكا قال فيه لم يتم إغلاق شيء بالقوة في أمفلونزا هونكوم بقيت المدارس مفتوحة في الغالب فعلت الشركات أيضا نفس الشيء يمكنك الذهاب إلى السينما ويمكنك الذهاب إلى الحانات والمطاعم لكن وكالة رويترز للأنباء تقصت الأمر وتوصلت للنتائج الآتية أولا بسبب أنفلونزا هونكوم تم إغلاق المدارس والجامعات في 23 ولاية أمريكية اثنين أنفلونزا هونكوم أجد على موجتين موسميتين كبيرتين خلال شتاء 68 وشتاء 1969 أما المهرجان الموسيقي ودستوك هذا أقيم في شهر آت ما بين الموجتين أي لم يكن أثناء انحدار وغياب موجة الأنفلونزا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلام هلا عم يتم استغلال أي شيء للضغط على الحكومة أنجيلا راسموسون عالمة الفيروسات في جامعة كولومبيا توضح حول هذا الموضوع بالذات تقول بكتير من الأحيان لما تظهر هالأنواع من المقالات كل ياتنا نركض نشوف موضوع ساخن موضوع جديد بس تقول المشكلة الأكبر أنه لما يتم فضح هذا الموضوع يطلع فيه نيوز يطلع خبر مزيخ يطلع فيه الحقيقة مو كاملة عم يضاعفوا الأشخاص اللي يتداولوا اللي يكتبوا عنه على نطاق أوسع فكأنه لما نفضح الأذى كأنه عم ندفع الناس لأنه يتداولوه أكثر ويميلوا لتصديقه أكثر وطبعا تضيف أنه نحن لدينا جوع للمعلومات هاي الجوع للمعلومات عم تسمح لنا ناخذ إجراءات مجتمعية قابلة للتنفيذ مثلا ليش ما نرجع نفتح بسبب مهرجان وودستوك مثلا فكل شي كان وقته على ما يرام لكن إذا واحد ما تابع هذا الخبر وما عرف الفترة الزمنية ممكن عم يصير تهويل أيضا وضغط ومتابع على الأخبار المزيفة ونشره على مستوى واسع الاستغلال أي خبر مزيف حاليا رائج كتير على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا تحديدا في عشق كتير على الإنترنت انتبهوا وكونوا حذرين بالقيادة على الكيبورد وعلى هواتفكم النقالة لأنه تم هائل من المعلومات الخطيرة والخاطئة عم تمر نتمنى الصحة والسلام للجميع نلتقي على محبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر